بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله طيبين الطاهرين نحن نكون وياكم إن شاء الله في سلسلة من المحاضرات الخاصة بحلول واجبات القطع الناقص بالنسبة للقروبات الحضورية والقروبات الالكترونية وأولى الواجبات الخاصة بالقطع الناقص هو باستخدام التعريف المطلوب إيجاد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الأصل وبؤرته صفر موجب أو سالب ثلاثة وطول محوره الكبير يساوي عشر وحدات إذن هنا استخدام التعريف مثل ما متفقين نحتاج إلى مجموعة من الخطوات وعددها عشر خطوات وأكيد في بادئ الأمر رح أجي أثبت البؤرتين اللي هي صفر موجب سالب ثلاثة اللي هي صير على محور الصادات وأثبت البؤرتين وأرسم الرسم العمودي وأختار نقطة تنتمي إلى القطع الناقص بحيث يكون بعدها عن البؤرة الأولى زائد بعدها عن البؤرة الثانية يساوي توأي إذن هنا أولى الخطوات الرئيسية لمعرفة أو لإيجاد معادلة القطع الناقص باستخدام التعريف هو الرسم إذن أولا الرسم أثبت البؤرتين أثبت النقطة اللي تنتمي إلى القطع الناقص أوصلها مرة مع البؤرة الأولى ومرة مع البؤرة الثانية ومن ثم البدأ بالخطوات العشرة إلى التعريف إذن الخطوة الأولى مثل ما تعرفون هو كتابة القانون بالرموز اللي هو QF1 زائد QF2 يساوي توأي طيب كتبت القانون بالرموز وبعدياً QF1 هنا أكيد رح أطبق قانون المسافة والQF2 رح أطبق قانون المسافة كلكم تتذكرون بالصف الثالث المتوسط بأن البعد بين نقطين إذن X2 ناقص X1 تربيع زائد Y2 ناقص Y1 تربيع يعني هنا بالجلفي رح أقول هنا الفرق سريع الجلفي نحن فصحة إذن الفرق بين قيم X تربيع زائد الفرق بين قيم Y تربيع كلها تحت الجدر إذن كلها تحت الجدر X ناقص X تربيع زائد Y ناقص Y تربيع إذن معناها رح يصير X ناقص 0 تربيع زائد Y ناقص 3 تربيع هذه كلها تحت الجدر هذا منه هذا الQF1 الQF2 رح يصير عندي رح يصير X ناقص 0 تربيع زائد Y ناقص سالب 3 يعني رح يصير Y زائد 3 تربيع هذه كلها تحت الجدر يساوي 2A هذا 2A يمثل طول المحور الكبير وممكن يسميني العدد الثابت يساوي 10 أنا أعرف العدد الثابت هو نفسه طول المحور الكبير وممكن أصلاً ما يقول لي طول المحور الكبير يقول لي رأسه 05 و0 سالب 5 فأني أعرف الأي تساوي 5 يعني معناها التو أي تساوي 10 إذن هنا أطبق قانون الجدر الأول زائد الجدر الثاني يساوي 10 أيضاً هنا باستخدام التعريف للقطع الناقص لا يمكن القيام بتربيع الطرفين نهائياً ما أقدر أربع الطرفين على الهيئة الحالية السبب ذول بيناتهم جمع إذا ردت أربع الطرفين يعني معناها هذا رح يكون القوس تربيع ومن رح يصير القوس تربيع فرح يصير مربع الأول رح يروح الجدر زائد 2 في الأول في الثاني زائد مربع الثاني رح يروح الجدر إذن كان جدرين وبقى الجدرين المشكلة قائمة إذن في حالة تعريف القطع الناقص من يصير عندي جدر زائد جدر يساوي 2A الأفضل بأن أحد الجدرين أحول إلى الطرف الآخر أحد الجدرين أحول إلى الطرف الآخر ومن بعدها رح يقول بتربيع الطرفين والأفضل خلال التحويل كل قوس تربيع رح يسوي مربع الثاني يعني هذا رح يصير Y تربيع ناقص 6Y زائد 9 وهذا رح يصير Y تربيع زائد 6Y زائد 9 والX ناقص 0 تربيع أكيد هذا X تربيع إذن هنا أجرينا عملية التحويل وفي نفس الوقت كل قوس تربيع سويته مربع الثاني من بعد هذا الأمر سوف أذهب إلى تربيع الطرفين تربيع الطرفين رح يكون مربع الجدر رح يروح الجدر ولكن هناك كونوا على حذر هذا قوس تربيع يعني معناها مربع حدانية من أقول بتربيع الطرفين ما طول ببيناتهم إشارة زائد أو ناقص إذن لازم مربع حدانية مربع الأول هذا رح يكون 100 ضرب الإشارتين رح تكون ناقص إثنيا في الأول في الثاني يعني معناها شنو وإثنيا في عشر وعشرين في جدر يعني رح يصير عشرين جدر وزائد مربع الحد الثاني رح يروح الجدر إذن من أقول بتربيع الطرفين الطرف الأيسار رح يجدر من عنده الطرف الأيمن سويناه مربع حدانية حس أكيد رح تظهر أخبار سعيدة جدا بأن X تربيع Y تربيع 9 تذهب مع X تربيع Y تربيع 9 إذن أي حد جبري في حالة جمع أو في حالة طارح بالطرف الأيمن والطرف الأيسار بنفس الإشارة يحذف باعتبار هنا رح يصير X تربيع ناقص X تربيع 0 Y تربيع ناقص Y تربيع 0 الخطوة اللاحقة بالتعريف بأن هذا الجدر رح رجع المكانة هو والعشرين هذا الجدر رح رجع المكانة يعني رح يرجع إلى الطرف الأيسر وسالب عشرين رح يصير عندي موجب عشرين جدر هذا السالب 6Y اللي بقى وحده رح حوله إلى الطرف الأيمن رح يلقى 6Y جمعوية رح يكون الجواب 12Y إذن معناها العشرين جدر رجعت المكانة والمية بقت على حالها سالب 6Y زائد هنا تحولت إلى الطرف الآخر إذن 6Y و 6Y رح يكون عندي 12Y هسه أقسم على أربعة أقسم على ثمانية أقسم على اطنعاش مجوز ما أقسم إذا أكو عدد يقبل القسمة على الكل رح أجي أقسم أكيد العشرين على أربعة رح تكون خمسة المية على أربعة رح تكون خمسة وعشرين الـ 12 على أربعة رح يكون عندي ثلاثة إذن بمجرد إجراء أملية التقسيم سنقوم بتربيع الطرفين مجددا إذن مربع الخمسة هذا خمسة وعشرين مربع الجذر رح يروح الجذر ولكن كونوا على حذر لازم أخليها داخل قوسيا لازم أخليها داخل قوسيا وهذا رح يكون عندي مربع حدانية ستمية وخمسة وعشرين مربع الأول زائد اثنين في الأول في الثاني رح يصير مية وخمسين واي زائد مربع الحد الثاني اللي هو تسعة واي تربيع بمجرد إجراء هذه العملية أكيد الخطوة لاحقة الخمسة وعشرين تنظر بمرة بالأول مرة بالثاني ومرة بالثالث ومرة بالرابع والطرف الأيمن يبقى على حاله خبر سعيد آخر مية وخمسة واي ويا المية وخمسين واي هذه راحات أجعل المتغيرات بطرف والثوابت بطرف هذا التسعة واي تربيع ينتقل للطرف الآخر خمسة وعشرين ناقص تسعة رح يصير عندي ستة عشر واي تربيع ميتين وخمسة وعشرين تحول إلى الطرف الآخر رح يصير مية وخمسة وعشرين ناقص ميتين وخمسة وعشرين أربعمية يعني معناها رح يكون خمسة وعشرين أكس تربيع زائد 16 Y تربيع يساوي 400 بمجرد أن أقسم على 400 رح يوصل نوصل إلى الجواب المطلوب إذن معناها Y تربيع على 25 زائد X تربيع على 16 يساوي 1 هذه معادلة القطع الناقص المطلوبة عملية الجمع عملية إبدالية اللي كاتبها X تربيع على 16 زائد Y تربيع على 25 يساوي 1 تعتبر الإجابة صحيحة ولا إشكال فيها إذن هذا ما يقص الدرس الأول في حلول الواجبات سيكون لنا لقاء متجدد معكم والدرس الثاني من حلول الواجبات والمطلوب إيجاد بؤرتيا رأسيا قطبيا اختلاف مركزي طولي محورين لهذين القطعين الناقصين انتظرونا